في خبر آخر دعت وزارة الدفاع الوطني الشباب المواطنين الشباب الذين بلغوا سن 30 فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد أولئك المعلنين عصاة لتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتابعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية وذلك تطبيق لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية كما أعلنه اليوم الأربعاء بيان للوزارة نتابع تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عدل زيدي دعت وزارة الدفاع الوطني المواطنين الشباب الذين بلغوا سن 30 سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد وأولئك المعلنين عصاة دعتهم للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-370 المؤرخ في 23 ديسمبر 2014 المتضمن إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية والمقرر من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أن الشباب المعنيون الذين بلغوا سن 30 سنة بأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية مرفقين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الدبروم أو الشهادة المدرسية لآخر صف دراسي وصورتين شمسيتين وقد تم تحديد رزنامة للمرور حسب تواريخ الميلاد الآتية اشتركوا في القناة